نحب نبشر كل نساء ليبيا ونحب نشد على يديهن ونحب أني أنا نحيي سيد القائد العام والسيدي رئيس داركان وجميع القادة على هذا الإنجاز العظيم اللي هو قرار سيدي المشير يوم 26 بإنشاء كلية عسكرية وبإنشاء مراكز تدريب تخص النساء ونحن فرحنين اليوم بتتويج هذا القرار جعلنا نسمو للعلى ليش لأن أصبحت المرأة أصودنا مهمش أصود حرب بس مهمش أصود محاور بس أصبحوا النساء همهم الأول والأخير حتى لا تكون سبية في يد من لا يستحق